ده اللي كنا بنتكلم عليه هرجع اتكلم على ايه هرجع اتكلم على مقارنتين مقارنتين بس عشان الجمهور يبقى متفاهم القصة الحب ده مش بفلوس يعني مفيش لعب محترف بيصنع تاريخ بفلوس أو حب بفلوس إما بنتكلم على مثلا حذكر هنا مثالين هبتدي بالأول ثم التاني لو قارنت لو قارنت شيكابالا بفرجاني ساسي وحطته مع الشاشة قدام الناس لجمهور نادي الزمالك الكبير العظيم الاتنين يتحبوا زي بعض اللي ساب فلوس بره وجه زي اللي جي اخد فلوس ثلاث سنين وقعد ثلاث سنين ومشي في نهاية بطولة في نهاية بطولة قبليها بسبع تمن ماشات مش مهم هيكلف فريته ايه مش مشكلة طيب انت مش عارف ان ده احتراف ومش عارف ان ده احتراف وعارف ان ده عقود بنتكلم عن الاحتراف وعن العقود فرجاني ماضي من شهر واحد اللي فات كنت تعالى مع مسؤولي نادي الزمالك انا مش موجود انا شهر ستة بغض النظر الدوري حيمشي امتى مش هكون موجود حطولي بديل حطولي بديل ولكن ده ما حصلش ده للحظات الاخيرة فرجاني في الزمالك فرجاني مكمل مكان فرجاني فرجاني مالوش بديل وفجأة فرجاني مش موجود وفجأة الزمالك ما عندوش بديل الزمالك يكسب الزمالك البطولة ما يكسبش البطولة مش مشكلة عند فرجاني ده احتراف ده احتراف مش مشكلة بس في الآخر اجا وادع الجمهور واكتب للجمهور تويتات واقول ان ده الاحتراف واقول كلام كويس مستحيل الحب ده ما يتسواش بده اللي عليمين ده ما يتسواش باللي على الشمال ده ما يتسواش ده اللي قعد وحب الفانيلا وحب التشيرت وحب الكيان ده الاسطورة بتاعتهم لان هو بيحبهم ده ده اللي سابه ممشي قبل البطورة بعشر مطشاط وده اللي رفض ياخد مقدم العقد وقال المهم زمايلي ياخده ده اللي بيقصر الدكة وقاعد برا وده اللي بيروح مع المنتخب وما بيرجعش ده اللي بيقول ان شاء الله بإذن الله بطولة وبيجمع اللعبين وبيلوم بساسي من غير ساسي باي حد مكملين حنفس وده اللي بيقول لهم شكرا عندي عرض كبير سلام عليكم دول في نديين اوح حد يقول لي ان الحب واحد وهو حد يقول لي ان الجمهور يحبك وانت موجود زي يحبك وانت ماشي بس الطريقة والتوقيت والمعاد انا مش رافض الرحيل ولا رافض المشايان ولا رافض الاحتراف انا رافض الاسلوب والطريقة رافض النهاردة ان مش مهم ازا مالك هيعمل ايه او حينافس ازاي المهم ان انا عندي عقد اخدت فلوس ثلاث سنين هو ده الاحتراف ولكن ابو الصورايا مش هو ده الاحتراف طيب وانا معايا دلوقتي الزميلة المزيعة من تونس قارننا ما بين اتنين هي قارنة ما بين فرجاني ساسي وعلي معلول والجمهور دايما بقالوا فترة بيقارن بينهم وما قلنا ان علي معلول ماضي عقد ابدي مع النادي الاهلي الناس استغربت ايه يعني ايه علي معلول علي معلول زي فرجاني ساسي ايه المشكلة يعني ايه المشكلة يعني علي معلول بيلعب في الاهلي وفرجاني بيلعب في الزمالك والاتنين اللعيبها كبار الفرق اللي الزميلة المزيعة دلوقتي قالته وحنحط الاتنين على الشاشة ونسيب كله جمهور ياخد قراره ويقرر ليه هنا زيع الجمهور وهنا ليه الملايين حبته ليه هنا منتخب بلده المباراة الاخيرة الاعلام التونسي دلوقتي قال ان علي معلول قدر ان هو يصنع الفرق وليه قال ان فرجاني ساسي مشهول بعروضه ومأثر ده على مستوى مش انا اللي قلته والله الاعلام التونسي هو اللي قال بغض النظر ده بياخد كام وده بياخد كام فرجاني هو الاغلى فرجاني هو الاغلى ولكن علي معلول في حب الاهلي هو الاقوى علي معلول حب النادي الاهلي بهدوء ما سمعناش خلال السنين اللي فاتت عن تركيزه بره الملعب عشان جالوا عروض جالوا عرض اكتر تعالوا رادوني زودولي ضعفولي ولا حد عرف علي معلول عقده اخلص امتى ولا حد عرف علي معلول جدد ازاي ولا شفنا عروض ولا شفنا حاجات على السوشيال ميديا متصربة رغم انه هو نجم النادي الاهلي في السنوات الماضية ما سمعناش صوته ما سمعناش صوته هدفه بطولة مع النادي الاهلي ثم بطولة مع النادي الاهلي ثم بطولة مع النادي الاهلي ثم تصريح ان عادي ابدي ثم حب وعشق للجمهور العظيم هو ده الفرق بقى ده لا إعلام ولا احنا هنقول ولا احنا هنعيد ما بنعترتش ما بنعترتش وما بننتقتش فرجاني أنا بقول لكم مقارنات واسيب الجمهور يحكم الحب مش بفلوس الحب مش بأهداف الحب مش بعروض ولا الحب بتويتات على تويتر وكلام عطف وكنت مبسوط قوي معاكم انت كنت مبسوط في عالم الاحتراف لانك بتلعب في نادي كبير في تيشير تقيلة في نادي عظيم اسمه نادي الزمالك بس حق الجمهور عليك انك اللازم بدري تقول انا في شهر ستة حمشي بغض النظر هنا الفرق هنا الفرق ان حد متمسك ان الفريق ياخد البطولة ويروح لأفريقيا ويروح لكسع العالم للأندية واحد العروض ما تشغلش باله واحد العروض خرجته برا تركيزه عشان كده حنيجي بعد سنعتين ثلاثة هنقول ان ده كان اسطورة في المكان ده وحنيجي بعد سنتين هنسأل الجمهور ده فممكن يكون مش فاكر لو اتوجد البديل ممكن يكون البديل خلاص ينسيك يفكرك بشيء تاني اللعيب مش بأداءه بس بمواقفه الجمهور عمره ما بينسى عشان كده بطلب من جمهور نادي الزمالك المرة الثالثة والربعة والخمسة انت اعظم من اي لاعب وانت اقوى من اي لاعب وانت سبب شهرة اي لاعب وانت الكيان الكبير او انت اللاعب رقم واحد والنجم رقم واحد جمهور الزمالك العظيم هو النجم رقم واحد ادعم بديل فرجاني زي ما يكون زي ما يكون ادعم الفريق اعمل سابورت للفريق حسس الناس اللي مشي خلاص اللي مشي خلاص انا بحب الزمالك انا مركز مع الزمالك مش مع فرجاني فرجاني موضوعه اخذ مع جمهور الزمالك ومع الاعلام شهور وشهور حب كبير ولكن في الاخر خلصت في ثانية بس هي خلصانة من شهر واحد هو ده الحقيقة اللي انا مستغرب له الكيان الكبير ده ما يخليكش تفكر انه انت ماشي قبل نهاية الدوري بخمس ست سبع ما تشاط ما تعودش مع الناس تبلغهم من بدري ودائما بنسمع كلمة في الوقت المناسب حعل حقايق كتير حقايق ايه عرض كبير جالي عرض كبير مضيت مشيت ما اقول للنادي طالما احتراف باحتراف طالما احتراف باحتراف وخلي النادي يجهز نفسه وحضر نفسه بس مش عايزة اخسر الجمهور الجمهور في ظاهري الاخر ثانية وفي ثانية باي باي سلام عليكم ومش مهم بقى النادي يعمل ايه ان شاء الله باذن الله كل التوفيق لنادي الزمالك البديل الكف Russia نادي الزمالك نادي الزمالك بابناءه نادي الزمالك برموزه بنجومه ان شاء الله باذن الله يقدم اداء رائع الفترة القادمة وكل التوفيق لفرجاني في مشواره القادم و لكن طريقة الرحيل هي دي الطريقة اللي انا كنت شايف لازم تقول لازم تبلغ جمهور بملايين وقف معاك سنين كتير جدا كان ليه حق عليه دي وجهة نظري ولكن ولاعب محترم اتمنى له ان شاء الله بإذن الله كل التوفيق